ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واستعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة فيما يتعلق بأوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها منذ آخر اجتماع لها حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعة وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2815 كنيسة ومبنى تابعا